أنا بدي كل أم فيكوا تتخيل شو شعور هاي الأم اللي اسمها حواء كان عنده ولدين بعدين جابت ولاد الله عوضها لكن تنين من ولاده واحد قتل وفقد مات ودمه وشربته الأرض والتاني تائه معذب في أرض هاي الدنيا ملعون عليه علامي توتصف اللعن اللي عليه أنا شعور بده يكون عنده أي شعور بيكون عندك أنت يا أم لما حدا من ولادك بفوت من مشكلة تخيلوا عندها تنين واحد قتل وواحد هارب هاي الأم عايش أنا بتأكدي بشعور بالذنب بتلوم بحالها بتقول شو عملت بولادي شو عملت بنفسي شو عملت بجوزي هاي إنساني عايشي مع تقول كبير وفجأة بشعر إنه كلمة موتا انت موتا بطلت لعني صارت بركة تخيلوا إنساني من هالشكل بدي تعيش إلى ما لا نهاي بدي تعيش للأبدية كلها لكن الله أعطاها تموت حتى ترتاح تخيلوا لهذا العذاب كأم بتقول يا ريتني أموت ولا أعيش ولا أعيش مع هذا الشعور وهذه الزكرة الله أعطاها تموت حتى كمان يحررها من هذا الشعور اللي عاشت فيه أنا بحاول أقول لكل أخد فينا قراراتك لها كتير وزن ولها كتير مسئولية على أولادك على الأجيال اللي بعدك الإش اللي بتعمليه اليوم رح تحوص ديه بكرة الكرار اللي بتاخديه اليوم رح تشوفيه بكرة أنا بدي تشوفي قد أنت مهمي في الصورة اللي الله وضعها للعائل للعائل المسيحية للعائل اللي هي تتبع لأله اللي قدور مهم المرأة أم كل حي جلبت الموت وبيدي الموت بأول أول ولد لإلها بأولادها وانتقل للبشرية كلها لكن الله برحمته برحمته الله متناهي ما تركش المرأة كامرأة بشكل عام بلى خلاص بول كتاب في غلاطية أربع أربع ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً من امرأة مولوداً من امرأة نفس الامرأة اللي فاتت الخطيئة بسببها الله أرسل من واحدة من نسلها لأمرأة أخرى أرسل من خلالها ابن الله حتى يخلص البشرية كلها الله ما استغناش عن المرأة والله مش رح يستغني عنك لو قلتلي لحدت اليوم أخطأت لحدت اليوم عشت بعيدة عن الرب لحدت اليوم سببت لعني على بيتي وعولادي بقول للرب في عندك فرصة في فرصة الله يسترد ويرجع لما أحنا منبدأ نسلق كيف سلكت أم يسوع مريم العذراء وهي الأم الثاني اللي رح نحكي عنها لو نسلق مثل حواء صدقوني رح نحصد مثل حواء لو نسلق في التمرد والتعدي رح نحصد لعني وثمار اللعني لكن لو نسلق مثل مريم العذراء رح نحصد مثلها كمان تعني افتح لوقة واحد عدد ستة وعشرين وفي الشهر السادس أرسل جبرائين الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمه ناصرة اسمها ناصرة العذراء مخطوبة لرجل من بيت دهود اسمه يوسف وأسم العذراء مريم فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم عليها الرب معك مباركة أنت في النساء مريم ملاك ملاك الله بقول لها مباركة أنت في النساء ليه واضح أن مريم كان لها شركة خاصة مع الله بسبب شركتها مع الله بقول وجدت نعمة في عيني الله وجدت نعمة في عينيه وجودها في محضر الله خلها تكون مميزة في عينيه الله وأنا بشجعك يا أختك تكون في محضر الرب لأنه في محضر الرب الله رح يشكل قلبك ورح يغيرك حتى تكون بحسب قلبه الكتاب بقول في عدد واحدة وثلاثين في عدد تلاثين سوري فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك وجدت نعمة عند الله وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع في متة بقول كمان هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو ويدعون اسمه عمانوئيل بسبب أن وجدت نعمي في عينينا الله بقول الكتاب اخترت مريم حتى تولد يسوع أو بسموه كمان عمانوئيل أي الله معنا يعني عم بقول لي يا مريم من خلالك رح أسترد العلاقة اللي فقدت بين الله والإنسان بسبب الخطي من خلالك رح يكون الله معنا عمانوئيل أي الله معنا شفوا ما أعظم المقام اللي الله عم برفع المرأة لإله من امرأة تشعر بالذنب والخطي واللوم واللعن لإمرأة تشعر أنه هي منها هي مصدر لعودة العلاقة بين الله والإنسان عمانوئيل معنا أمين في لوقة واحد تمن وثلاثين منشوف مريم شو بتقول فقالت مريم هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي حسب قولك ليكن ليك قولك تعرفوا مريم إجت من مجتمع يهودي بالمجتمع اليهودي لو كان في مرأة مخطوبة وجدت حبلة كان مفروض ترجم يعني مريم باختيارها وافأت تكون يعني مهددة في الموت لو اكتشف أنها هي حبلة لازم كان ترجم لكن مريم قالت هو ذا أنا أمة الرب ليكن ليك قولك كمة التواضع كمة الخضوع مريم بتقول ليكن ليك قولك أنت قوله أنا بعمل يا رب تعرفوا الله بيدور على قلوب من هالشكل الله بيدور على المرأة اللي بتقوله يا رب أنت هؤمر وأنا بدي أعمل أنت أطلب وأنا بدي أنفذ محبتها للرب خلتها تشعر أنه واجبها تقوله أنا أمتك يا رب أنا عبدي عندك لاشت نفسها ما حاولتش تقول بكرة رح يرجمون اليهود قالت لتكن مشيئتك يا رب واختيار مريم اختيار مريم بأنها اطيع للرب اطيع للرب أعطى فرصة لكل نسل المرأة من أول بجديد أنه يسترجع في علاقته مع الله وأنا بدي أشجعك كمان مرة يا أختي لما أنت تختار اطيع الرب الله رح يجيب البركة على الجيال اللي بعدك الله رح يجيب البركة لجوزك ولولادك وللناس اللي بعدك معليش إيش صار لحديث اليوم معليش إيش أخطأت لحديث اليوم بس اليوم لازم أخد قرار جديد تعالوا نشوف مريم فكركوا مريم باختيارها كان كل شي حلو لإلها كان كل شي مريح إذا منروح على لوقة تنين وعدد خمسة وثلاثين لما مريم ويوسف رحوا يقدموا الطفل للهيكل تقابلوا مع شخص اسمه سمعان وهذا سمعان كان نبي كان ينتظر المسيح أنه يولد فشوف شو بقول بإسحاح بلوقة واحد عدد خمسة وثلاثين بقول وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة يعني ما وعدهاش حياة مريحة ما وعدهاش أنه هي تظل مفسوطة يجوز في قلبك سيف تعرفي شو يعني يجوز في قلبك سيف يعني رح تتألمي رح يكون في بداخلك ألم شديد على نسلك على ابنك حوى جاز في قلبها سيف كمان مش هيك بس السيف تبع حوى كان السيف الخطيئة بسبب الخطيئة وجع تبع اللي شعرت فيه حوى ترجمة نانسي قنقر